إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الأحباب أوصيكم ونفسي المخطئة المقصرة بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعده وأستفتح بالذي هو خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ونرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها الأحبة دعا لكم تتساءلون اليوم عن سرعة مرور الوقت اليوم ليلة النسفي من شهر رمضان مرت أربعة عشر يوما تمر على رمضان أربعة عشر يوما تمر على رمضان ونقول للمقبولين في هذا الشهر ونقول للمؤجلين عظم الله أجركم يعني سيهوما أعني سيهوما سيهوما تمر على رمضان بارك الله رفه لأننا أخوة يهدى ديخار ينطلقوا مرور أربعة عشر يوما من العمر أربعة عشر يوما تمر على رمضان كما تمر على رمضان و هذا من علمات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من علمات السوغرة أنه يتقارب الزمال بطول فاستروفيت أن تصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تصبح السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاحتراق السعفة فلذلك لابد من اغتنام الأوقات فضيل بن عياب من التابعين يعني مرة يتقارب الغمال يتقارب الغمال تقرأ ثم أخبرهم فلا شكرا مع أفراد أصدقاد ف里ادة نحن نمر ولكن الزمال فهم يلعب العمر ثم أخبر أن يتقارب الزمال من الصدقين تصبح من العموت قال lјUs tiin aha aman تسيرو lays الله تو شي που انتصل Jerه س 是 60 ans 后ي عمتيوا ب Marine taw رأنت الله SWT Las 60 ans تدري وسound تحريب الى الله să後jل ت میشي تسيرو Engineer WrformingMe قال قال لو رجل إن الإلّا hecho إن إلهي راجعون إن الإلهية راجعون قالوا هل علمت معناها تشيسك وانا لله وانا إليه راجعون قالوا لا قالوا معناها أننا عباد لله ومن علم أنه عبد لله علم أنه إليه راجع ومن علم أنه راجع علم أنه موقوف nous allons être devant الله سبحانه وتعالى nous allons être présents devant الله سبحانه وتعالى علم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول nous allons être interrogés par الله سبحانه وتعالى ومن علم أنه مسؤول أعد لكل سؤال إجابة nous devons préparer aux questions des réponses bien déterminées وسوف نسأل عن أوقاتنا هذه نحن اليوم في المسجر صفوف في الصفوف هذه فمات أناس اغتنبوا فرصة رمضان صلوات مواربة ترويح يد دوناغ فما المنفقون فما المحسنون فما الذين ختموا القرآن الكريم فما اللي قام ختمه فما اللي قام بالذين الله أعلم فما اللي قراره ماذا يأثر من القرآن وفما اللي مثلين ما بتحسي المسج الذهم المسجرين ينقود يا من الله وعلم سؤال محرج هذا يعني سؤال يختم القرآن أو يكون قرار القرآن أو يكون حافظة نصيبا من القرآن الكريم وفينا المضيعون لذلك رمضان فرصة كما يقول يعني أحد العلماء أن رمضان هذا كنز والعلماء تحدثوا في كثير كثير تحدثوا كثيرا عن رمضان ثم أعتبر أن رمضان سوق هو مجارسة ويقفات لك ويقفات لك لا تكون مجددا لا تكون بكثيرا عن تحضر الله سبحانه وتعالى ما تحسن وفينا ترون تحسن من النظر الذين يتلى لنا چتاب الله ويعطوقوا مما رزقناهم يعني يرجوعنا تجارة لان تبور الخاص بك لكن فعلا وقعتنا جيدا فكرة تحقف فكرة تحقق خلقنا في الحياة في المعارضة في المبالي فعلا وقفنا اللوجه او نبحث كيف نستثمر في المال ونحسنه ولكن كيف نستثمر في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى الايامات هذو من المزاله ثم كانوا قلنا انه ليعتبرهم مثل الكنز كل لحظة عيشها من لحظات و من ايام رمضان رمضان كما البحر بحر نحن صيادة فما لي يمشي ويسترزق ويروح بالشبكة فاغة وفما لي ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقوا الرزق الوفير لا نصوم دون انو ابرتوني تبتتر كي نوردين درا جامال هذي فرصة عطاها ربي سبحانه وتعالى ودائما نكرر نفس الكلام دائما نكرر نفس الكلام كل عام نتحدن على رمضان وفضل رمضان ومن من لا يعلم هذا الامر تكون فينا ما يعرفش الي رمضان شهر الخيو ويجب علينا ان نستفنب ولا نضيع الاوقات لكن حتى لا يتحول هذا الامر الى عادة كرامية يعني تصبح عادة لا يحتاج لها نسمى الحسن موشضان لا يوجد مستقبل لا يوجد مستقبل انظر الانسان يعني الحياة هذه ورمضان هذا والعمر اللي نعيشوا فيه فيه اناس كانوا معنا رمضان الفاض اليوم اللي يمر اليوم اللي يمضي لا يعود كل يوم يأخذ معنا الصحافة مع عمالنا يأخذ السجلات يأخذ السجلات كل واحد منا صحيفة الاعمال متاع وشفيها ثانيا لمن رزقنا الله سبحانه وتعالى التقوى ونقول ان رمضان لا يزال بيننا والاسبوع القادم انقدر الله سبحانه وتعالى لان البقاء واللقاء حتى على العشر اواخر وما بعد رمضان وكذا وهذه هي عادتنا ولكن سبحان الله يعني هالسوق هذا وهالبحر هذا وهالموسم هذا وهالكنز هذا كل واحد اشنا هو اخذاء فلذلك الفرص كثيرة ولا تزال بيننا فرص الصلاة فرص الذكر فرص القرآن فرص الصدقات فرص الانفاق فان شاء الله يعني نكون مستعدين ونكون من المشمرين لان الجنة كل يوم تنادي هل من مشمر الجنة سلعة الله غالية وكل يوم خاصة في هذا الجمعة في هذا اليوم وفي هذه الساعة رب سبحانه وتعالى عطانا احنا اليوم في يوم جمعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يستجاب فيها الدعاء وللصائمين دعوة لا ترد فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن يوم جمعة دعاء في مستجاب ونحن في رمضان في دعوة لا ترد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا ونتقبل أعمالنا وليجعلنا من المقبولين وليجعلنا من عدقائه من النار اللهم أمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه العظيم الحمد لله رب العالمين وأشهد والله إلا الله ولي وصليحين وأصلي 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 على أشرف الأنبياء والمرسالين نبينا محمد وأعلى آله وصحبه أجمعين أصلي وأصلي وأصلي الأنبياء وأصلي الأنبياء أصلي، أصلي وأصلي الأنبياء qui indique l'écoulement rapide de notre vie. Le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit, soit dans cette vie comme un étranger ou un simple passant. Le temps, chers frères et chères sœurs, est très cher dans notre vie et surtout pendant le mois de Ramadan. Il est rapporté que Hassan al-Basri رضي الله عنه يقول أنه يقول أنه يقول أنه يقول أنه سيكون تلك لكنك مهي من الصفة تقوم بشأنه بعد جارة ونهي من يترون إلى اليوم ونهي تتركه ونهي أيضا أن هذا بانوان يكون لديه من ثلاثة ونهي، 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 ونهي ونهي يكون لديه ونهي بمهارتين ونهي بمهارتين ونهي بمهارتين يمكن أن يكون لديه لديهنا محاولة الله سبحانه وتعالى قال وكانت أسرع لأستيقى إن يحصل على الشيء ، وليس يحصل على الشيء ، ومن هو أن يتحقق منه هنا ، حتى ما فعله الآن لا يوجد لا يوجد محاول إليه إذننا لا يوجد اليوم لن يتطلب من أدريه ويأتي بإنجارة ويأتي بإنظارة ويأتي بإمكان أي حالة ويأتي بأي جيدة كما سوى حالي لا تنسى الأحيان لا تنسى ويأتي بإنسان أتبعني أن أفعل وقفت وريد فعلي، كما يوم فعله، لا يز اuprès de notre seigneur et le musulman intelligent et celui qui ne rattra pas les occasions et les opportunités الله سبحانه وتعالى nous accepte et alors craignez Dieu et sachez que vous le rencontrez et annoncez de bonnes nouvelles aux croyants alors chers frères et sœurs je vous annonce شعرنا más نحاء الله تحف البدر في العرب box في القرص 댓idis وكذلك نحاء الله نحو النساء في مصد ن Sunshine على وسي naval يقطУ ما ست hacerlo المترجم للأمام المترجم للجمع المترجم للعمل سيكون هناك ساهل المترجم للخيرة سوية الكثير من المترجم للحديث ويقصون على المترجم للحديث لفضيل المترجم للحديث يا بخي إن شاء الله صلاة الجمعة عنا أمفاق بيش الموم إن شاء الله بيش يعلن إسلامه يفاقه طونية وشوخ نسأل الله سبحانه وتعالى له أثبات وندعو الله سبحانه وتعالى لكل المرضى بالشفاء عنا أخت مريضة وعنا ابن مريض يسألكم دعاء فنسأل الله سبحانه وتعالى بيش المرضى ومرضى المسلمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم الشرقان اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضي اللهم لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلاة تشمع بها شملنا صلاة ترد بها الفتن عنا صلاة تعصمنا بها من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل سيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل أعمالنا واشعلنا اللهم في هذا الشار من المقبولين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب والدينا من النار اللهم أعتق رقاب أبنائنا وبناتنا وأحبتنا وجميع الحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم اشفي مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم عافنا وعاف مبتلانا اجعل لنا يا ربنا من كل ضيق المخرجة ومن كل هم فرج وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب اللهم سؤال الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم حر الأقصى من قيد المغتصمين اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أسلح ذات بيننا اللهم اغفر ذنوبنا وتولى أمرنا وأحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا نسألك اللهم حسن الخاتمة توفنا وأنت راضٍ عنا نسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار صد لهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة